اشتركوا في القناة علامة مضيئة تستقر في قلب سماء التشريع الجنائي بالمملكة فهي من تحوي على مفاهيم شمولية ومضامين إنسانية تراعي ظروف المتهم الذي ثبتت إدانته في ارتكاب جرم معين ليظهر قانون العقوبات وتدابير البديلة بقواعده الإرشادية مرحبا في إنهاء أشكال فرض العقوبات سالبة الحرية التي مضى القاضي بإلزام المحكوم عليه تنفيذ صيغة الحكم الغليظ الذي وجه له ليستبدل ذلك بحكم مخفف حسب قناعة المحكمة وتقديرات القاضي إذا تأكد وتنبأ علميا بعدم عودة المتهم وإقدامه مجددا على ارتكاب الجريمة مستقبلا وفقا لاعتبارات شخصية ثلاث تطبيقات رئيسية لهذا القانون عند التحقيق في النيابة العامة بدل الحبس الاحتياطي قد يتخذ تدبير كحبس منزلي أو التزام بعدم ارتكاد مكان أو الحضور لمركز الشرطة في أوقات معينة قاضي الموضوع عندما يصر العقوبة بحيث أن هذه العقوبة لا تجاوز السنة ممكن أن يصر أيضا عقوبة بديلة أو بسبب منص القانون ممكن أن تصل العقوبة حتى مدة خمس سنوات ولكن لظروف صحية أو شخصية للمحكم عليه ممكن أيضا أن يقضي عقوبة بديلة المأمر الثالث أو المرحلة الثالثة هي قاضي تنفيذ العقاب فإذا كان الشخص أمضى نصف المدة في السجن ممكن بناء على خطاب أو تقرير من المؤسسات الإصلاح إلى قاضي تنفيذ العقاب أنه ممكن يطلق صراحة وإيقاع عقوبة بديلة العقوبة البديلة فلسفة ببساطة الإيلام موجود قانون العقوبات والتدابير البديلة يعتبر معالجة حاسمة من المشرع البحريني الذي ارتأى على أن يبني صيغة القانون بشكل يرتكز على الظروف السلبية العديدة التي أحاطت بنفسية المتهم الواقعية والتي قادته نحو سلوك خاطئ وعمل يجرمه القانون والمحيط فلسفة القانون أن يكون هناك حماية المجتمع من أي انتهاك لحقوقه وأيضا إعادة تأهيل أي محكوم عليه بأن يكون عضو فاعل في المجتمع هذه هي أساسا فكرة القانون وبالتالي مهمة الوزارات والجهات الحكومية أن توجد برامج ليكون ذاك المحكوم به بعقوبة بديلة قادر على أن يظهر كل إمكانيات وكل يعني ما يملكه من مواهب في سبيل أن يكون عضو فاعل في المجتمع نقطة إيجابية تسجل للقانون فهو من يضع تحت بصر القاضي خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وهذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بالمحكوم عليهم ممن من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم لمنعهم من التردد على أماكن مشبوهة تقود إلى الجريمة عبر إلحاقهم بعمل يصب في خدمة المجتمع هو من أهم القوانين الراقية التي تعني بحقوق الإنسان بالدرجة الأولى ليش؟ لأن الذي يقضي عقوبته غير السالبة للحرية تدابير البديلة له حرية العمل في عمل صباحا وهذا يفي بكل المعايير الدولية له الحق بالتنقل بحدود طبعا وفق الإسوار الإلكترونية له الحق في خدمة المجتمع له الحق في الامدماج في المجتمع مرة ثانية والإصلاح أليست هذه كلها معايير تتفق مع المعاهدات الدولية من ناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية؟ دائما ما تسارع البحرين نحو التأكيد على نبل قيامها ومبادئها وتبيان إنمودجها المعاصر في الدفاع عن حقوق الإنسان ومراعاة كل ما من شأنه الحفاظ على تماسك المجتمع وتوحده نحو تطوره قانون ترتد فائدته على المتهم وعائلته خاصة إذا كان في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها فالعقوبات البديلة كفيلة بأن تحي الخير من جديد في ذات كل نفس أرهقها سخام الخطايا والمكوث طويلا في ظلام الحياة اشتركوا في القناة